بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمي العنوان الموافقات لبكالوريا 2015 تقني رياضي إذن كما أنصح شعبة الرياضيات بمتابعة الهل إذن لننطلق على بركة الله قال أعين حسب قيم العدد الطبيعي آن باقي القسم الإقليدية للعدد الثمانية قوى آن على 13 إذن نقول تعيين بواقي ثمانية قوى آن على ماذا؟ على 13 إذن نأتي أولاً أبنائي بهذه القيمة وهي ثمانية قوى آن وننطلق أولاً نعطي لأول قيمة لآن تساوي كم صفر فتصبح لنا كم؟ تصبح لنا هنا ثمانية قوى صفر ثمانية قوى صفر كم هي واحد نصبح لنا واحد يوافق واحد بترديد ثلاثة عشر ثم نعطي لآن كم؟ نعطي له اثنان عفواً واحد نعطي له قلت واحد فتصبح لنا هنا واحد ثمانية قوى واحد هي ثمانية ما زالت سغيرة من الترديد فما زالت هي باقي إذن ثمانية توافق ثمانية بترديد ثلاثة عشر ثم ماذا؟ ثم نعطي للآن نعطي له اثنان فتصبح لنا كم؟ فتصبح لنا إذن آن يساوي اثنان فتصبح لنا إثنان ثمانية قوى إثنان لهي أربعة وستون أربعة وستون عدد كبير على الثلاثة عشر فلا يمكن أن نقول عليه أنه باقي نأتي بالألة الحسبة ونقول ربع أربعة وستون تقسيم ثلاثة عشر فنجد ماذا يمنعي؟ نجد أربعة وعداد وراء الفاصل نأخذ تلك الأعداد أو عددين ونضربهم في ثلاثة عشر فنجد بالتقريب ماذا أمنعي؟ نجد إحدى عشر فاصل ثمانية وتسعون نقربها إلى إثنى عشر وتصبح لنا هنا إثنى عشر وإثنى عشر هو عدد أصغر من الترديد فيمكن أن يكون باقي إذن هنا هكذا نتابع نأتي الآن أبنائي إلى أن يساوينا ثلاثة إذن أن يساوي ثلاثة فتصبح لنا كم ثمانية أس ثلاثة التي تساوينا خمسمائة وإثنى عشر إنه عدد كبير لما نقسمه على ثلاثة عشر يا أبنائي نجد الباقي هو خمسة هو قلت خمسة بترديد ثلاثة عشر ثم الآن يساوي لنا كم؟ يساوي لنا أربعة فيصبح لنا ماذا أبنائي؟ فتصبح لنا ثمانية أس أربعة لما نقوم بالحساب نجدها عدد كبير لما نقسم على ثلاثة عشر نجد الباقي واحد بترديد كم؟ بترديد ثلاثة عشر الآن ماذا نفعل يا أبنائي؟ علينا أن نتوقف عن القسمة لماذا؟ لأن إن طلقنا من أول باقي هو الواحد وآخر باقي هو الواحد فنتوقف ونقول دور القسمة يعني أصبحت قسمة دورية دور القسمة هو ماذا؟ هو من الشكل أربعة ك حيث هذا ك هو عدد طبيعي لماذا أربعة ك؟ لاحظوا واحد اثنان ثلاثة أربعة هذا لا يحسب لأنه قد حسبه هنا في الأول حتى تفهموا الفكرة الآن يمكن تلخيص هذه البواق يا أبنائي كليا هنا في هذا الجدول يعني هذا الجدول سوف يساعدنا كثيرا يعني في العمل هنا نقول آن يوافق هنا بترديد أربعة لماذا؟ لأن الدور هو أربعة وهنا نقول ثمانية أس آن توافق بترديد كم؟ ثلاثة عشر هنا يعني الدور وهنا الترديد عندنا أولا كم؟ عندنا هنا أربع آن أربع آن زائد كم؟ زائد سفر إذن نقول هنا أربعة ك عفوا أربعة ك نتابع إذن نكتب قلت أربعة ك زائد سفر باقيها كم؟ باقيها واحد وهنا أربعة ك زائد واحد باقيها كم؟ ها هو أمامكم يعني زائد واحد ها هو زائد واحد معناه باقيها هو ثمانية وهنا أربعة ك زائد اثنان باقيها كم؟ إذن عشر وعندنا أربعة ك زائد ثلاثة باقيها كم؟ باقيها خمسة إذن ما هي البواقي يا أبنائي؟ إذن بواقي ثمانية قوة آن على ثلاثة عشر هي مهما كان آن مهما كان آن ينتمي إلى الأعداد الطبيعية هي بكل بساطة يا أبنائي هي الواحد والثمانية والاثنى عشر وماذا؟ والخمسة تصبح دوريا مهما فعلنا فتبقى البواقي هذه واحد ثمانية إثنى عشر خمسة واحد ثمانية إثنى عشر خمسة بهذا الترتيب فقط الآن بعدما أكملنا مع هذا السؤال يا أبنائي نأتي إلى السؤال آخر ونأتي بهذا الجدول لأنه ربما يساعدنا قال استنتج باقي القسمة الإقليدية للعدد إذن نقول استنتاج هكذا حتى تكون أمرنا منظمة استنتاج باقي أريد أن نسمي مثلا هذه الكتاب حتى يتعبون كثيرا نسميها آ إذن باقي آ على ثلاثة عشر هذا العدد الكبير سميته آ فقط لاختصار فقط فيصبح لنا آ أركز أرجوكم نقطة نقطة أبنائي حتى تتعلموا كيفية استخراج هذه الباقي أو هذا حساب هذا الباقي إذن هكذا تصبح توافق اثنان واربعون أولا هنا دائما على ماذا على ثلاثة عشر اثنان واربعون تقسيم ثلاثة عشر الباقي كم لو تأتي بالآلة خالي سيبا سوف تجدون أن عندنا هنا تسعة وثلاثون من ماذا من اثنان واربعون تعطي لكم الباقي ثلاثة تصبح لنا هنا ثلاثة في نأتي الآن إلى مئة وثمانية وثلاثون تقسيم ماذا يا أبنائي تقسيم تقسيم ثلاثة عشر لو تلاحظوا سوف تجدون الباقي إنه كم إنه ثمانية لاحظوا جيدا نقطة نقطة إذن الباقي كم الباقي ثمانية إذن تصبح لنا هنا ثمانية لكن القوة الفين وخمسة عشر زائد ماذا الفين وماذا الفين واربعة عشر تقسيم ثلاثة عشر كم اثنى عشر قوة الفين وماذا وسبعة وثلاثون وعندنا هنا ناقص ثلاثة هكذا لم أفعل شيء هذا باقي ثمانية وهذا باقي إذن عشر القوة لم نتحدث عليها بعد نأتي الآن إلى ثمانية قوة الفين وخمسة عشر نأتي إلى ثمانية قوة الفين وخمسة عشر نبحث عليها كم توافق بترديد ثلاثة عشر لو نأتي يا أبنائي إذا أولا ماذا تقول القاعدة تقول هذا يقسم على الدور هذا يقسم على الترديد وهذا يقسم على الدور القوة دائما تقسم على الدور وله علاقة وطي دعماعة الثمانية لاحظوا الثمانية يعني أكيد سوف نصل إلى أحد من هذه القيم نأتي إلى الفين وخمسة عشر لما نقسمها على الدور ما هو الدور هو أربعة الدور قلت هو أربعة فنجد ماذا يا أبنائي نجد أربعة في خمسمائة وثلاثة زائد ماذا زائد الباقي ثلاثة يعني لما تقسمون بالآلة لحسب الفين وخمسة عشر تقسيم ماذا تقسيم ثلاثة عشر سوف تجدون أن الباقي هو ثلاثة والنتيجة هي خمسمائة وثلاثة هذا كتبتها من هذا الشكل هذا ماذا يشبه يا أبنائي هذا أليش به أربعة ك زائد ثلاثة أربعة ك زائد ثلاثة انظروا جيدا هذه أربعة ك زائد ثلاثة لو نأتي الآن إلى الجدول سوف نجدها هي هذه كم باقي ها هو أمامكم هو خمسة إذن ماذا نكتب يا أبنائي بكل بساطة نكتب هنا خمسة بهذه البساطة الآن بعدما أكملنا مع ماذا مع ثمانية قوى 2015 نأتي إلى إثنى عشر أولا عندنا لاحظوا جيدا عندنا إثنى عشر توافق ماذا توافق إثنى عشر بترديد ثلاثة عشر هذا لا جدال لكن سوف أعطيكم شيء تعلموا يا أبنائي ثلاثة عشر كم توافق مع الثلاثة عشر توافق سفر لا جدال أي عدد باقيه على نفسي هو السفر ما رأيكم يا أبنائي لو نأتي إلى هذه ثلاثة عشر ما هي في الأصل أليس هي إثنى عشر زائد واحد ما زالت توافق هكذا لم أفعل شيء إثنى عشر ثلاثة عشر هي إثنى عشر زائد واحد ننقل هذا إلى هنا فتصبح لنا إثنى عشر توافق ناقص واحد بترديد ثلاثة عشر لم أفعل شيء الآن لكن هنا عندنا قوة ماذا قوة 237 إذن هنا نقول 237 إذن هنا كذلك نفس القوة ماذا ما نفعله من هنا نفعله من هنا هو القوة 237 لكن هذا العدد يا أبنائي ألا تلاحظون أنه عدد كيف هو فردي العدد فردي مع الناقص واحد يبقى ناقص واحد إذا كانت القوة الزوجية معناها 2028 تعطيكم ناقص واحدة تصبح قوة 2028 تعطيكم واحد أما إذا كان العدد فردياً عدد فردياً لتنتهي بالواحد والثلاثة والخمسة والسبعة والتسعة إذن تصبحنا هذه إثنى عشر قوة 2037 توافق ماذا أبنائي توافق ناقص واحد بالترديد ثلاثة عشر معناه قضي الأمر معناه أنه هذه القيمة سوف تعوذ في هذا الموضع وهذه القيمة سوف تعوذ في هذا الموضع ونقل الحساب فنجد الباقي بأبسط طريقة فماذا ينتج يا أبنائي قلت هذا سميته كلياً نربح الوقت فقط إذن آ يصبح يوافق آ يصبح يوافق ماذا يصبح يوافق لنا ثلاثة في خمسة ناقص واحد لأنها إثنى عشر قوة قوة 2027 تعطينا ناقص واحد ناقص ثلاثة بالترديد ثلاثة عشر فيصبح آ يوافق خمسة عشر ناقص أربعة بترديد ثلاثة عشر ومنه ماذا ينتج يا أبنائي؟ ومنه ينتج آ يوافق إحد عشر بترديد ثلاثة عشر ومنه باقي العدد هذا الذي سميته آ يعني تلك العدد طويل باقي العدد آ على ثلاثة عشر هو ماذا أبنائي؟ هو إحد عشر وهذا باقي لماذا؟ لأنه أصغر من الترديد وعدد موجب لو وجدنا ناقص إحد عشر لا تقول إنه باقي الباقي يجب أن يكون عدد طبيعي موجب أصغر من الترديد يعني الباقي التي يجوز هنا من الصفر إلى أقل إثن عشر فقط الآن بعدما أكملنا مع هذا السؤال اللي هو أوجد الباقي ووجدناه قلنا هو إحد عشر ناتي يا أبنائي إلى السؤال الذي بعده نتابع جيد قال بين أنه من أجل كل عدد طبيعي فإن هذه الموافقة صحية إذن نقول البرهان البرهان أنه ماذا؟ أن هذه الموافقة موافقة صحيحة هذه الموافقة الآن هنا يا أبنائي نتابع نقطة نقطة ولا نتعجل أولا عندنا نقول تابعوا جيدا لدينا لدينا أنه هذه سوف نقسم نقطة 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 نصل هذه خمسة في آن زائد واحد في ماذا؟ في أربعة وستون قوة آن توافق توافق لنا خمسة زائد آن خمسة في آن زائد واحد لكن الأربعة وستون الأربعة وستون أليس هي يا أبنائي؟ هي ثمانية قوة إثنان؟ نعم إذا وضعنا هنا آن نضع هنا آن فتصبح لنا كم؟ تصبح لنا هذه مضربة في ماذا؟ في ثمانية قوة إثنان آن بترديد ثلاثة عشر هذا الجزء الأول وجدناه ناتي الآن إلى الفرع الثاني الفرع الثاني هو هذا يا أبنائي هذا سوف نجد كذلك علاقة له ركزوا معي فقط إذا قلنا ثلاثة عشر كم توافق مع نفسها؟ توافق سيفر بترديد ثلاثة عشر إذا وضعنا هنا ناقص كذلك ناقص ثلاثة عشر تقسيم ثلاثة تعطيكم الباقي السيفر يعني تعطيكم ناقص واحد معناها الباقي السيفر ركزوا ناقص ثلاثة عشر الأصل ما هي؟ أليس هي ناقص خمسة؟ ناقص ثمانية؟ نعم يوافق سيفر بترديد ثلاثة عشر لم أفعل شيء حتى الآن يعني ناقص ثلاثة عقم بتفكيكها إلى ناقص خمسة ونقص ثمانية ننقل هذا إلى هذه الجهة يعني لا يحدث شيء تصبح لنا ناقص خمسة أو نقل نضيف ناقص ثمانية نضيف ثمانية إلى كل طرف أن يجوز فتصبح لنا كم؟ توافق ثمانية بترديد ثلاثة عشر لم أفعل شيء حتى الآن الآن لو ندخل هنا القوى ندخل هنا قوى في هذا المكان فتصبح لنا هنا ركزوا تصبح لنا هنا اثنان آن زائل ثلاثة وهنا اثنان آن زائل ثلاثة لم أفعل شيء حتى الآن أدخلت القوى على كل طرف الآن معناه هذه القيمة يمكن بما أن نحن في موافقة يمكن تعويضها بهذه القيمة لها ثمانية قوى اثنان آن زائل ثلاثة لاحظتم؟ معناه تصبح لنا ركزوا معي أرجوكم معناه نأتي ونقول هكذا لاحظوا معي نقطة نقطة أبنى حتى تتعلموا إذن تصبح لنا هذا الأمر سوف نقوم بتقسيم هكذا هكذا آن زائد واحد في ثمانية قوى اثنان آن زائد زائد ماذا؟ هذه لهي ناقص خمسة قوى اثنان آن زائل ثلاثة عوضت بثمانية أثنان آن زائد ثلاثة الكل بترديد ثلاثة عشر لم أفعل شيء حتى الآن عوضت كل واحد مما يسوي فقط هذه ناقص خمسة قوى اثنان آن زائل ثلاثة عوضتها بثمانية قوى اثنان آن زائل ثلاثة لأنها موافقات ليس مساعدة فتصبح توافق ركزوا معي تصبح لنا خمسة آن زائد واحد في ثمانية قوى آن عفوا قوى اثنان آن ركزوا معي وهل نصل أم لا زائد ماذا؟ زائد تعال نقوم بالتفكك تصبح لنا ثمانية قوى اثنان آن في ثمانية قوى ثلاثة عفوا قوى قلت ثلاثة بيوافق بترديد ثلاثة عشر اجمعوا الأسس هذا الأسس نفسه لي والثمانية لما تجمعوا الأسس بحلكم إثنان آن زائد ثلاثة الآن أبنائي لكن ثمانية أس ثلاثة كم وجدنا لها الباقي؟ في موافقة لما قمنا بحساب البواقي ألم نجد قوى ثلاثة ها هي أمامكم؟ وجدناها كم؟ وجدناها خمسة إذن كذلك هنا تصبح لنا ثمانية أس ثلاثة توافق خمسة بترديد ثلاثة عشر معناها هذه بما أنها موافقات سوف تعوض في هذا الموضع فتصبح هذه العبارة ما زالت هي نفسها لاحظوا هذه العبارة أفوا هذه العبارة تصبح توافق خمسة آن زائد واحد في ثمانية قوى إثنان آن زائد خمسة في ثمانية قوى إثنان آن ترديد ثلاثة عشر لم نفعل شيء حتى الآن نحن من الطبق في قواعد الموافقات تصبح توافق تعالوا يا أبنائي نستخرج هذا وهذا ثمانية أس إثنان آن نستخرج وكعن مشترك فماذا ينتج؟ لو نستخرج وكعن مشترك تصبح لنا خمسة آن زائد واحد زائد ماذا؟ زائد خمسة الكل مضروبة في ثمانية أس إثنان آن بترديد ثلاثة عشر اجمعوا هذا مع هذا أليس هو هذا يا أبنائي الذي نبحث عليه وهو وافق خمسة آن زائد ستة في ثمانية قوة اثنان آن بترضي ثلاثة عشر وهو المطلوب الذي طلب منه فقط نقول ومنه هذا هو الجواد يعني خواص ماذا الموافقات مئة بالمئة الآن بعد ما اكملنا مع هذا السؤال يا ابنائي نأتي إلى السؤال الآخر نتابق قال عين مجموعة القيم العدد الطبيعي ليس الصحيح أو الحقيق أعدد طبيعية حتى تكون إذن نقول تعين قيم آن حيث أو حتى تكون هذه الموافقة صحيح هذه الموافقة لكن نقول لفعل ذلك نقول لدينا ماذا لدينا لدينا هذا الأمر برهننا عليه في السؤال الذي كنا نتحدث عليه هذا ها هو عملية البرهن بما أن برهننا على هذا فيمكن أن نعوذ هذه بماذا بهذه فتصبح لنا خمسة آن زائد ستة هكذا في ثمانية أس اثنان آن يريد أن نجعلها تساولا توافق لنا صفر بترديد ثلاثة عشر وهو يريد قيم آن لكن هنا يا أبنائي لو تلاحظوا جيدا نقطة نقطة ثمانية أس اثنان آن كم وفقت وفقت إثنى عشر بترديد ثلاثة عشر تذكروا هذا إن نسيته ها هو الجواب يا أبنائي ها هو قوة إثنان كم وجدناها وجدناها لما كانت هذه ثمانية أس اثنان أعطت لنا إثنى عشر لاحظوا جيدا بما أن أعطت لنا إثنى عشر حتى ولو أدخلنا من هنا الآن ومن هنا الآن نقول ها هي يا أبنائي لاحظوا ثمانية أس اثنان آن يوافق لنا إثنى عشر قوة آن لكن إثنى عشر أولي مع ماذا؟ مع الثلاثة عشر أي ثمانية أس آن مهما كان ثمانية أس آن أولي مع الثلاثة عشر لماذا؟ لأن جداء عددين جداء عددين يقبل القسم على الثلاثة عشر لكن بما أن هذا أولي مع الثلاثة عشر فإنه ليس أولي فإنه قاسم لمن؟ هذه حسبة غوس فإنه بما أن هذا ثمانية أس اثنان آن أولي مع الثلاثة عشر وهذا الجداء كلاهما يعني الجداء هذا الذي أشير إليه هنا أمامكم كليا هو يقبل القسم لأنها هو بما أنه أولي فمن هو الذي يقسم؟ هو هذا نقول فإنه لاحظوا فإنه فإنه خمسة آن زائد ستة يقبل القسم على ماذا؟ على ثلاثة عشر جداء عددين يقبل القسم على عدد وواحد منهما أولي الآخر هو الذي يقبل القسم فتصبح لنا ماذا؟ فتصبح لنا هذه العمل يركزوا أرجوك فتصبح لنا خمسة آن زائد ستة يوافق صفر بترديد ثلاثة عشر الآن يريد مننا قيمة قيم آن يعني هنا يصعب فيها نوع من الصعوبة لا تلاحظون جيدا ما رأيكم يا أبنائي لو ننقل هذا إلى هنا فتصبح لنا خمسة آن يوافق ناقص ستة بترديد ثلاثة عشر ويصبح لنا خمسة آن لو نضيف الترديد تصبح ناقص ستة زائد ثلاثة عشر بترديد ثلاثة عشر تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا آن ستة خمسة آن يوافق كم؟ يوافق لنا سبعة بترديد ثلاثة عشر الآن كيف نتخلص من الخمسة؟ أمرها صعب نوعا ما كيف هو يريد من قيم آن ليس قيم خمسة آن لكن هنا يا أبنائي نستعين بجدول بسيط من خلال هذا الجدول يا أبنائي سوف نحل هذا المشكل لاحظوا إلى هذا الجدول تابعوا معي نقطة نقطة ونجد الحل بأبسط طرق هنا يا أبنائي ما هي بواقي مهما كان؟ ما هي؟ ركزوا معي ما هي بواقي الثلاثة عشر؟ بواقي الثلاثة عشر إذن بواقي حتى تتعلموا أبنائي نقطة نقطة لإيجاد الآن هنا إذن نقول بواقي العدد الثلاثة عشر هي الأعداد الطبيعية الأعداد الطبيعية الأصغر تماما من ثلاثة عشر ما هي؟ إذن هي أبنائي نقطة نقطة كي تتعلموا إلى ذلك لاحظوا نقطة نقطة كيف نجد هذه القيام؟ إذن البواقي سوف تكون ماذا؟ الصفر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر إحدى عشر واثنى عشر هذا الجدال في ذلك الآن نحن نبحث عن ماذا؟ عن خمسة آن التي خمسة آن نجد فيها لما نجد خمسة آن نجد نجد أن نجدها توافق سبعة هنا بترديد كم؟ بترديد ثلاثة عشر وهنا كذلك بترديد ثلاثة عشر ما هي يا أبنائي؟ الآن سوف نجعل كل عدد لنضربه في خمسة لأنها هو آن كم؟ آن يخذ الصفر واحد حتى الثنى عشر ثم خمسة آن خمسة آن ما هي؟ تعالوا نضرب هذا الأول في خمسة ثم نجد إذن خمسة في سفر يبقى لنا سفر الآن خمسة في واحد خمسة ما زال أصغر من الثلاثة عشر إذن يعطي لنا خمسة الآن إثنان في خمسة عشر تبقى لنا هي أصغر من ذلك إذن ونكمل تصبح لنا كذلك خمسة عشر من ثلاثة إذن هنا دائما أنا نضرب هذه الأعداد في الخمسة تصبح لنا خمسة عشر يعني إثنان ثم هذه في خمسة خمسة في عشرون من ثلاثة عشر كم؟ سبعة انظروا جيدا ربما قد وصلنا هااا لاحظوا لاحظوا هنا كم تلاحظون؟ تلاحظون أن خمسة آن أصبح يوافق سبعة بترديد ثلاثة عشر لاحظتم؟ ثم نكمل الباقية كذلك هنا كم؟ خمسة في خمسة وعشرون خمسة وعشرون هنا إثنى عشر ثم هنا ثلاثون ثلاثون من ستة وعشرون أربعة ثم هنا خمسة وثلاثون من ماذا؟ إذن خمسة وثلاثون من ستة وعشرون تسة ثم هنا أربعون من تسعة وثلاثون واحد ثم هنا خمسة واربعون ستة ثم عندنا هنا إحدى عشر ثم هنا تعطينا كم؟ لما نضرب خمسة وخمسون من اثنان وخمسون تصبح لنا كم؟ تصبح لنا الثلاثة وهنا الثمانية إذن ما هي قيم؟ الآن أصبحت ها هي أمامكم إذن آن يصبح يوافق أربعة بترديد ثلاثة عشر أي ماذا؟ أي أن آن يصبح يساوينا ثلاثة عشر كا زائد أربعة هذه هي قيم الآن الممكنة يا أبنائي بأبسط طريقة وفي الأخير أتمنى قد أعجبكم الشرح وزوروا صفحتان لصفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين ليصلكم جددا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته